السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياتكم اللهي şباب اليوم راح نشرح طريقة منع الصور والفيديوهات اللي تجيك في الواتساب انها تنحفظ عندك في الاستوديو وايضا راح نشرح طريقة تحفظ الصور والفيديوهات اللي تعجبك فقط فلا تنسو ندع منه بالله كل اشتراك ويلا نبدأ الشرح في البداعة شباب اول شيء تطوونها ترحون على تطبيق الواتساب عندكم وبعد كذا ترحون على الثلاث نقاط اللي فوق عليه سار ومن هنا ترحون على الاعدادات فبعد كذا من هنا يا شباب تروحون على الدردشات هذا الخيار فهنا رح يظهر عندكم خيار عرض الوساط فهذا الخيار رح يكون فاعل عندكم بهذه الطريقة فتقفلون هذا الخيار فالآن لو قفلتوا هذا الخيار أي رسالة تجيكم في الواتساب ما رح تنحفظ عندكم في الستيديو حتى لو فتحتوا الرسالة فالآن وصلتنا هذه الرسالة تمام فتحنا الرسالة إذا كنتوا حابين أنكم تحفظون هذه الرسالة تضغطون فقط عليها وبعدين تضغطون الثلاث نقاط اللي فوق على الإسهار ومن هنا تضغطون على حفظ فكذا هذه الطريقة الآن تم حفظ الصورة في الستيديو أما بالطرق العادية لو فتحتوا أي مقطع أو أي صورة رح تكون موجودة عندكم فقط في الواتساب وما رح تتحمل عندكم في الستيديو فهذا كان يا شباب الشرح أتمنى أننا استفدتم منه لا تنسوا ندعمنا باللايك والاشتراك ونشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة